أكد وزير الخارجي الأمريكي مايك بومبيو دعم بلاده الثابت لأوكرانيا ويأتي ذلك في خضم محاكمة الرئيس دونالد ترامب في قضية عزله بسبب ممارسته ضغوطا على الرئيس الأوكراني جاءت أقوال لبومبيو خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس فلودومير زيلنسكي في كييف من جهته طالب زيلنسكي الولايات المتحدة بانخراط أكبر في حل النزاع مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرقي البلاد وقضية شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا لأراضيها عام 2014